قصواً بالله يا شريف لما بعدت عن حياتي لكون ملبساك مصيبة تقضي بقيت حياتك في السجن طب اعمليها كده يا بوسي انا نفسي تعمليها و انا كمان هقولها علي انت عملتي زمان ومخبيه واللي كان السبب في انك دلوقتي ست هانم واربه عربيات وعيشها في فيلال ونشوف مقا مين فينا يا حبيبتي اللي هيدخل السجن طب اقولك وعد مني يا بوسي قبل ما تتسجني حوالي عديني حواليك واخليك ترن ده انت برحة بجعحة وقدرة بقى يا فجرة تختفي رجل من عياله ومراته وتخريبي بيته وعيزاني كده سيبك تعيش حياتك بالطلق العرض وانا مش لقى اكون ملكش فيه حياتي وانا حرة فيه حياتك انا مجيتش ناحياتك لجيت خبطت على بابك ولا ولتلك الدين يا بوسي انا واحد دورت على شغل زي اي حد عشان اشتغل واقسر فلوس من اعرق وتعب وشقاي واعرف اعيش وانت عرفت من ان انا متجاوز عمر ده كمان عرفت اعشي زوجاي يا بوسي تا ماشي وراي مخبرين يا شريف واماشي وراكي مخبرين ليه يا حبيبتي ما انا موجود اجدع مخبر واجيب التايع وعدين يا حبيبتي ملكش عندي حاجة انا لا سجقت ولا شحد انا واحد اطلب شغلي زي اي حد وعدين يعني ده جيت على سيجك القديم وسيجك الجديد مع ان كان ممكن اجي اقولك يا تدفاعي يا افضاعي يا بوسي حل عني بقى حل عني عشان وشي التاني مش حيعجبك لا انت ولا البيع اللي انت استلقاتيه بدل الامر عبد نجاحي فاهماني وعدين يا اختي يا حبيبتي جا تقطميني وتزهقيني يع بدل ما تفرحيني وتهنيني اني لقيت شغلاني شريفة يعني تكفيني شغل الهوزة ومدت ايدي دي ككل شوية والتاني خلاص يا سيد اديك عا تستجياحي مني وحنزل من على الكتافة اكشى بس ان بطاني تتعليمي مفيش فايدة فيك عمرك ما تتغير عرض رمضان على الاشتراكات السنوية